مسائل! كالعادة وقبل ما نبدأ هقول لك انك لو لسه ما شفتش كل الحلقات اللي فاتتك فهسيب لك اللينكات تحت الفيديو وفي اول كومنت لايك الجميل ويلا نبدأ! بدأنا من جوة وينترفيل والحكيم بيبعث غراب بالهجوم اللي بيحصل من جامعة سيون زي ما قلت لك الملخص اللي فات انه غادر بعيلة وهجم عليهم وقام جامعهم وخل بران يعلن انه سلموا القلعة باللي فيها ماهو لو ما عملش كده شعبه هيموت ودي اصلاً مش تصرفات القائد طبعاً الناس ما عجبهمش اللي بيحصل بما ان ولاقهم لعائلة ستارك وفي وسط كل ده ظهرت الهمجية واعلنت ولاقها لسيون واخد بالك هي بتعمل كل ده علشان تحمي بران مش علشان تخونه فاكر بقى السير رودريك قائد حرص عائلة ستارك ظهر دلوقتي وكان من اكبر اللي اعترضوا على اللي سيون بيعمله وبناء عليه قرر يسجنه لكن المساعد بتاعه شايف انه علشان يفرد هبته على الجميع فلازم يقتله الحكيم حاول يقنعه بلاش وعائلة ستارك هيدفعه لك بس هو ابداً السير رودريك كان راجل لحد اللحظة اللي مات فيها وتنفذت العملية برا الجدار رحلة جون مع فريق هافهند ابتدت والمفروض انه دول من اشرس خمس مقاتلين في النايت واتش زي ما قلتلك الطالعة دي سببها تتبع وقتل كشفت الهمج بعد ما يعرفوا مكان المعسكر بتاعهم الطريق كان طويل وبمجرد ما وصلوا اتعامل كمين محترم وقامت العركة الهمج كان فيهم بنت اسمها إجرات وهي الوحيدة اللي تثبت عايشه اما الباقي فطلبت منهم يحرقوا جساسهم بدل ما يتحولوا الوايت ووكرز المرعب في الموضوع انها بلغته بعدد جيش الهمج بانه فوق المئة الف مقاتل عايشين بقالهم كورون برا الجدار في وسط التلج وبيجهزوا لعبور الصور ودخول الممالك في النهاية جونس نو قال لهم سيبوها انا هقتلها وانتوا يلا تحركوا البيت قلبها ميت لدرجة انها سلمت رقبتها وقالت لقتلني بسرعة لانك لو ما عملتش كده هاجي وقتلك بنفسي البيت تحسها صعبت علي لانه ما قتلهاش اصلاً فاستغلت الفرصة وطلعت تجري ودخله في مطاردة طويلة وسط التلج في النهاية قادر يمسكها وبرده قلبه مش جايبه على القتل المشكلة دلوقتي ان الليل بيقرب ولازم يستخبه قبل ظهور الوايت ووكرز فكان لازم يعسكره في اي مكان يقبلوه ويدفه لتاني يوم وهم ونصيبهم بقى عند اريا سنجد اللورد تايوون لانستر يتخانق مع واحد من مساعدين الرجل ما بيعرفش يقرأ والبنت الصغيرة طلعت هي اللي بتعرف تقرأ لكن برضه كل هذا ما خليهوش يشكي فيها حتى الآن شوية وسمعتهم بيقولوا ان اللورد بايلش موجود طبعاً اتصدمت لان بايلش يعرف شكلها من ايام ما كانت في القصر طب والحل حاولت تداري وشها عنه على قد ما قدرت وفي الاخر شافها الغريبة بقى انه عمل نفسه ما يعرفهاش هتسألني وتقول لي عمل كده ليه؟ هقولك انه زاكيو بيسبق لأحداث كتير جاية هنعرفها مع الوقت بعد ما ميشي تايوون استغرب لانها ايلال انها بنت مزارع ومع ذلك طلعت بتعرف تقرأ واستمر بينهم الكلام وفي الوسط خدت ورقة من على مكتبه في السكرتة بعدها طلعت تقرأ اللي فيها وعرفت ان روب اخوها بيتعمل له مسيضة وهيموت فرجعت بسرعة وفي الطريق شافها واحد من القادة الراجل على طول شكي فيها وطلع يدور عنها في كل مكان فما كانش قدامها غير الاستعانة بجاكن غاكار ابن اللاعيبة في اقل من نص دقيقة كان قتله قبل ما يبلغ تايوون لانستر في العاصمة تيريون نفس كلامه وبعت الاميرة مارسيلا على مدينة اسمها دورن في اللحظة دي كانت بتقول له نفسي اشوفك بتحبي في يوم علشان اوريك وش اللي بتحبها وانا بسلخه بايدي ولما جوم يتحركوا في طريق العودة للأصر الشعب كانوا متجمعين وهب واحد منهم حدف جوفري بشوية طين اتعصب فأمر رجالته وقتله الشعب بالكامل وقامت عركمات فيها معظم الحرس الملكي هاوند قال لك ما بالدهاش واخد جوفري تحت باطه ودخل القصر وفي وسط الزحمة نسيو سانسا ودي لو ماتت يبقى جيمي خال جوفري هو كمان بالسلامة البنت فعلاً قرروا يختصبوها وعاللحظة الأخيرة ظهر هاوند وسنفرهم عايز اقول لك ان سبب الحرب الأهلية اللي حصلت هو قروههم لجوفري وسعيهم للانتقام طب ايه الوضع عند دينيريس؟ قبل ان نرى الوضع حابب اعرفك ان المدن اللي هي عملت روحها دلوقتي ماشي بنظام العبيد يعني كل واحد معاش وقت فلوس شارله كم عبد بيتحكم فيهم تحكم كامل في النهاية طلبت منه قسطول السفن بتاعته علشان تروح لوسترس وتاخد حقها في العرش لكن الرجل شايف ان ده حلم بعيد فرفض العرض وتفتكر دينيريس هتستسلم؟ قالت له زي ما خليت البيض المتحجر من كورون يفقس ويطلع ثلاث تنانين فمسيري في يوم هاخد العرش وهنتقم منكم واحد واحد الست دي شايفة ان احلامها بتتحقق وده اللي هنتفاجئ بيه في المواسم الجاية نروح لرب اللي خلاص علاقته بتاعت تطور وشكلهم داخلين على سكة مش تمام ورجعت امه للمعسكر مرة تانية والمرة دي جايبة معها باريان الست لما شافت ابنها على وشك يحب تليسا قالت له اوعة تنسى وعدك لبنات اللورد فريي المشكلة دلوقتي مش هنا لانه وصلته رسالة باللي سيون عمله في وينترفيل وفي اخواته الصغيرين وبما انه في حربه ما ينفعش يسيب المعسكر فاللورد بولتن اقترح يبعد لابنه الغير شرعي علشان يجيب فرقته ويسترجع وينترفيل واخد بالك لان ابن الراجل ده هيكون مفاجأة من مفاجآت المسلسل البيت الهمجاية مازالت مستمرة في محاولات اقنع سيون علشان يضمها معاه وباستخدام دلع وقهن الستات قدرت اقنعه بكل سهولة وبعد ما ليلته الجميلة معها خلصت طلعت بسرعة واخدت ريكون وبران وهضر وهربوا عند دينيريس حصلت كرسى لما رجعت لقيت كل الحرس مدبوحين والتنانين تسرقوا قلبت الدنيا عليهم ومفيش اي اثر فلما فقدت الامل تربت من السير جورا يلاقيهم يعني لو عايز يثبت لها ولاؤه نرجع لسيون اللي صحي من نومه على الخبر المشؤوم اخذ رجالته وكلاب الصيد وطلعوا يدوروا عليهم في نفس الوقت كانوا وصلوا المزرعة فيها ولدين صغيرين عايشين مع مزارع غلبان وماردوش يدخلوا علشان خافوا عليهم من كلاب الصيد في نفس الوقت سيون مكمل وراقلاب الصيد لحد ما وصل للمكان وملقاش العيال المشكلة انه لو رجع وينترفيل وقال رجالته ملقتهمش سيحتقروا ويعتبروا قائد هافأ ودخل لا يأخذ قرار قاضر جداً جداً الطفلين اليتامة اللي كانوا في المزرعة قتلهم وحرقهم وقال ان دول يبقوا بران وريكون يعني عمل كده علشان يتقلع ليه شبح وعلم على العيلة وكده برا الصور دخلنا في يوم جديد وجون للأسف كل مدى بيتوه اكتر من فرقته اجرت مغلبة في عشته وكل همها ان الولد يغلط معها اما هو فدخل معها في حوار عن دي ومش ارديمين بس تقدر تقول انها افهمته في الآخر لما قالت له لما احنا وانتم ابناء الارض يبقى ليه يتحاربون من زمان واستمرت في اقناعه بالانضمام ليهم ويكون حر يعمل مباداله في اي وقت وفي اي مكان بيت مش سلكة تايوون مازال شغال في التحقيق ومش قادر يوصل للي قاتل القائد بتاعه ودي نفس اللحظة اللي ابتدى يشكي فيها في كل اللي حواليه حتى اريا اللي هو ما يعرفش انها اريا طلب منها تاكل من نفس الاكل اللي طبخته له فاكلت اين مشكلة يعني؟ وده لانه كان مفكر انها تضع له سم في الاكل وبعد ما اكلت فكرت تقتله وبعدين رجعت في كلامها الوضع مش مناسب خالص لارتكاب جريمة الرجل اصلا غريب وما تفهمش هو بيحبها ولا بيشكي فيها ولا وضعه ايه لانه قاعد واتكلم معها عن تاريخ طلعتهم ايام العز والكلام ده قبل ما ايجون تارجيريان يهجم عليها بالتنانين ويحرقها وهنا اتذكر السيفي اللي اسمه وشوية ابطال من عائلة تارجيريان وده يخليني يعرفك ان كلامهم يبقى عن احداث مسلسل هاوسف زادراجون اللي لخصنا بالفعل على القناة الموسم الاول موجود كامل بحلقات منفصلة وتلخيص شامل لكل الاحداث المهمة هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو وفي اول كومنت المهمة عن دروب ستارك هنتعرف بلورد جديد اسمه كار ستارك راجل ده محامي ومش عاجبه نص اللي بيحصله الوقت بيعدي وجون لسه مش قادر يوصل لاصحابه ويمكن هذا اللي خلق تهرب منه ولما طلع وراها اكتشف انه مزنوق واستجمع من الهمج قابضوا عليه وقرروا يخلصوا منه ويسيبوا هافهند بما انه قديم في الشغلانة وهيكون مفيد بالنسبة لهم بس اذا خلاص بها حبيب القلب فدفعت عنه وطلبت منهم يسيبوه يمكن يكون مفيد هافهند دلوقتي يعرف ان قائد الهمج بيجمع جيشه وهيهجم على الجدار فشاف ان جونس نو هو امالهم الوحيدة علشان يقنعهم بالتحالف مع النايت ووتش ضد الوايت ووكرز وقدام شوية هعرفك هيعمل كده ازاي على الزاوية الثانية بره الجدار كان سام وصحابه قاعدين بيحفوله في ارض اوال البشر وبعد حفر كتير اكتشف وجود صندوق مدفون من الف سنة فتحوه كان في اسلحة مصنوعة من مادة اسمها زجاج التنين والمادة دي هنعرف فايدتها برضو قدام شوية نذهب لأريا والمرة دي اخترت الاسم الأخير يكون تايوون لانستر بس المشكلة انه خلص طلع بجيشه فالبت طلعت زكاية واخترت ان الاسم الثالث يكون هو يعني يقتل نفسه اتوسل لها علشان تتراجع عن قرارها فوافقت في مقابل ان يساعدها هي وصحابها على الهرب وقد كان في التوهيد ده سانسا صحيت من النوم واكتشفت انها خلاص بقت انسة فاضطرت تداري الموضوع وبسرعة لانها خلاص مش عايزة تتجاوز جوفري بس بعد ايه هاون اكتشف الحكاية ومبروك عليك الجوازة الملك على طول استدعتها وقعدت تتكلم معها عن حياتها الجاية وقالت لها يمكن ما تحبش الملك لكن هتحبي الاطفال اللي هتخلي فيهم خد بالك هي قالت كده على ابنها لانها عارفة انه ابن كلبه مايتحبش وفي النهاية ادت لها نصيحة عالمية فيما معناها ان كل ما اللي بتحبيهم عددهم زاد كل ما بقيت ضعيفة اكتر وخليك فاكر للنصيحة دي لان سنسا هتستخدمها في يوم الايام الوضع عند جيمي لانستر بقى مزرع الآخر وحبسينه هو والساعي بتاعهم في زنزانة واحدة انت متخيل وريس عرش عقلة لانستر متهاني الاهانة دي ومش قادرين ياخده بطاره بس ما تفتكرش انهم هايسكوتوا كتير عن اللي بيحصل لان المفاجأة جاية وفي الموسم الجاية الحوار بينهم انتهى بالكلام عن طريقة الهرب الوحيدة جيمي شايف انه لما يقتله هيكون الطريق قدامه مفتوح وفعلا عمل كده ولما الحرس دخل يشوف اللي بيحصل خنقوا لحد الموت اليوم اللي بعده مسكوه هو بيحاول يهرب والمرة دي حالفين طلق ثلاثة يقتلوه وهنا يظهر اللورد كارس تارك وأصر ياخد روحه بنفسه ليه؟ لان جيمي قتل ابنه في معركة قامت بينهم قبل كده بس يعني كاتلين ادخلت وعملت كل اللي تقدر عليه علشان تمنعه وبالليل القلق زاد بين عيلة كارس تارك وباقي الجيوش فما كانش قدام كاتلين غير انها تتصرف قبل ما يقتله جيمي قالت لك انا لازم انقذه علشان اقدر ابدله ببناتي اللي في العاصمة وبناء عليه عرضت عليه انها تهرب في مقابل انه يديها وعد شرف بانه بمجرد ما يوصل للعاصمة يبعد بناتها على طول عند السيرجورة هنلاقي مازال مستمر في البحث عن التنميم وسأل واحدة من الاغراب اللي في المدينة الست دي شبح في نفسها لدرجة انها عارفة بموضوع خيانته والتجسس على دينيريس قبل كده لكن يعني الراجل مش ناوي يكررها وعرف من الست ان اللي خطف التنينين موجود جنب دينيريس دلوقتي وتعالى بقى يا معلم اديك الكم وفاجأة دول المجلس الحاكم لمدينة كارس كانوا مجتمعين بيتناشوا في الموضوع بتاعها وفي وسط كل ده قام تحالف بين زارو والراجل الساحر تحالف نتج عنه دبح كل اعضاء المجلس جورا تدخل وحاول ينقذها لكن ابن الدايخة متقمس مليون شخصية وبما انها عارفت ان الساحر هو اللي خطف التنينين فطلعت على البيت الغامد بتاعه البيت عامل زي فزورة تحلها توصل لمكانه غير كده انسى دينيريس اختفت عن عيون جورا ودخلت ولا همامها شوية وسمعت صوت التنينين المكان شكله عمال يتغير من نار لتلج لقوضة عاملة زي العرش الحديدي للبوابة بتاعت الصور لا وكمان خلها تشوف الكويت دروجه وهو شايل ابنهم اللي ما تولدش اصلا دينيريس هتتجنن وحست انها ماتت وشايفة بس في وقت نفسها واخيرا وصلت لمكان التنينين طب والساحر هتخلص منه ازاي؟ الجاحت ربطها بحديد وحبسها قدام تنينينها غب وقالت لهم ديراكاريس وابتدوا يولعوا فيه قدامها بعدها قامت طلع على زاره وعرفت ان كل اللي حصل من البداية بسبب خيانة المساعدة بتاعتها فقررت تنتقم منه وسرقت كل صروته وانتهت بحبس الخوانة سوا في الخزنة وبكده تبقى طلعت من كارس بالثلاث تنينين وبغنيمة محترمة جدا نروح للعاصمة والكلام دلوقتي رايح على جيش ستانس اللي خلاص قدامه ايام قليلة ويوصل بالقسطول بتاعه والخزوء الثاني هو جوفري اللي صوته من دماغه وبيستمتع بالعنف وقذية الناس طب والحل مع الواده؟ قالت لك انا شكلي كده بدفع خطايا انه مش ابني من جوزي لو النبي الغريبة بقى ان تيريون والأول مرة اخته تصعب عليه وطمنها انه جنبها في الحرب الحرب اللي خلاص على وشك الحدوث مع اقتراب وصول قسطول تانس ويمكن هذا اللي مخلي تيريون مش عارف ينام وبيفكر في اللي هيحصله لو خسروا العركة حتى اخته هي كمان مرعوبة لدرجة انها طلبت من الحكيم بايسل يجيب لها سم مفعوله مدمر علشان تشربه في حالة انهم خسروا الحرب الستة بتحب نفسها لدرجة انها مش عايزة تتعذب على ايد ستانس في الوقت ده كان برون وهاوند قاعدين في الخمرة بيذكروا وعايز اعرفك ان الاثنين دول اصلا مش بيتيقوا بعض ولما خلاص كانت هتقوم بينهم العركة ضربوا الجرس بوصول جيش قبل العركة هاعرفك بشخصية جديدة اسمه المساعد الجديد لتيريون وهنعرفه اكتر مع الوقت الاجراص ضربت في العاصمة وبالتوازي الاسطور رد عليهم بالطبول وستانس بقي له خطوة واحدة للجلوس على العرش اما جهوده خليه يطلب من صنصة بوسي السيف بتاعه وتفتكر البنت هتسكت؟ قالت له مستنية اشوفك جوها المعركة وانت واقف في مقدمة الجيش هي تقصد انها عايزة يموت ولكن جابته له بشياكة المهم ان جهود لما طلع على الصور اكتشف ان قسطولهم اصلا مالوش وجود وبما ان تيريون هو القائد الحالي للجيش فسألوا عن القسطول وما ردش عليه من الواضح انه بيخطط لحاجة كبيرة وده اللي سير استغربه ماهو الطبيعي انهم يلقوا قسطولهم ويحربوه في وسط البحر قبل ما يدخلوا على البر شوية ولما قربوا اكتر اكتشفوا وجود سفينة واحدة بس الله امال الاسطول فين يا جدعان؟ دافوس مستناش كتير وامرهم بتجهيز السهام بس اصلا السفينة طلعت فاضية المفاجأة المنتظرة حصلت لما تيريون بعث الاشارة وبرونح دفلهم سهم مولع يدوب نزل من هنا وحصل انفجار النار الجامحة من هنا حرفياً نص قسطولهم انفجر في رمشة عين ستانس خد صدمة عمره وهو شايف جيشه بيتحرق قدام عينه فقرر ياخد الباقي وينزلوا على البر ويكملوها على رجليهم لحد اسوار العاصمة ستانس قلبه ميت وما بيخافش وتيريون وزع رجالته للاستقبال وابتدوا بشوية سهم وولع لزوم الحفلة مئيات من الرجال ماتوا لكن الحماس وصل معهم لليفل الوحش شوية منهم وصلوا الواحدة من البوابات والعاركة ولعت اكتر جوه القصر هنلاقي الملكة وسانسا وكل الستات مستخبيين في نفق تحت الارض تحسباً لأي ظرف ولما كانت بتتكلم مع الشيء وبتتعرف عليها جالهم لانس لانستر ابن عمها وبلغها بالوضع فطلبت منه ودخل جوفري القصر طبعاً الكلام ده ما ينفعش لأن وجود الملك وسط المعركة أمر مفروغ منه ولو رجعنا للعاركة هنلاقي راجل مولع طالع بيجري على هاوند يقتله وزي ما حكيت لك في الموسم الأول هاوند يترعب من شيء اسمها نار علشان كده دي كانت اللحظة اللي قرر فيها يسيب الحرب ويهرب ستنس تقدم قوي لدرجة انه عدى من الصور وقتله شوية حلوين أما رجالته تحت فوضوهم زي الفل وعلى وشك اقتحام البوابة الرئيسية في نفس اللحظة وصل لجوفري خبر استدعاء أمه فساب الجيش والرجالة والعاركة وقرر يذهب لها لما شاف الجنود بدأوا يسألوا عن الملك فقال لك ما بيدهاش وقرر يقود الجيش بنفسه خطب فيهم خطبة عالمية تحمسه بسببها وبلغهم بخطته في الخروج من زاوية تانية هتخلي لهم الأفضلية على جيش ستانس بس الأول خليني عرفك إن جوه القصر شيء خايفة على سانسا لا يخضروا بها عيلة لانستر فطلبت منها تستخبى فوضتها لأنه في حالة فوز ستانس فمستحيل يقتلها ما ننساش إنه بيحب عيلة ستاركة أصلاً الغريبة إنها لما دخلت لقيت هاوند قاعد ومستنى العركة تخلص علشان يخلع في اللحظة دي جيش تاريون خرج من نفق سري وهب هاجمه من الظهر وفازه بالعركة بس استنى كتيبة جديدة من جيش ستانس ظهرت والضرب رجع يشتغل فوق وتحت أما تاريون فأخذ له بشلف وشه ومحدش أنقاذه غير بودريك سيرسي قالت لك بما إننا كده كده ميتين ففتحت السم وقررت تنتحر هي وابنها في نفس اللحظة جيش لانستر بالكامل وصل ومعهم الفردة الكبيرة تايوين وبكده نقدر نقول مبروك لعيدة لانستر وهارد لك لستانس الكلام دخلنا في الحلقة الأخيرة من المسم الثاني والبداية هتكون مع تاريون والشه تشلفت زي ما احنا شايفين وده يخليني أعرفك أن بعد عودة أبوه فخلاص القزمة ما بقاش المعاون لأن المعاون الحقيقي وصل على حصانه جوة قضة العرش أنت متخيل لهابة بتاعت الراجل بعده سيكون تكريم بايلش ما هو ما تنساش أنه ساعدهم في ضم جيش عائلة لصفهم وده حصل بعد ما لورس تريل تأكد ان استنس هو اللي قتل لصاحب عمره طب وده جايزيته ايه؟ قالك هيجوزه مارجيري أخته للملك جوفري ويبقوا جمعوا بين العيلتين الكلام ده معناه أن صنصر ما بقاش لها مكان عايز أقول لك أن الخبر ده فرح جداً وبما أن الحلو ما بيكملش فاللورد بايلش خوفها أن جوفري مش هيسبها في حالها ويستمتع بأيزيتها كل شوية إذن فما فيش قدامك غير الهرب وأنا هساعدك في هذا على الجانب الثاني يفرز بيلعب لعبته ورحل واحدة من اللي شغالين مع بايلش علشان يجندها هو كل اللي محتاجه أنها تنقله أخباره لحظة بلحظة جيمي دلوقتي يبتدى رحلته للعاصمة والمطلوب من باريان توصله سليم علشان تتم عملية التبادل في الطريق ظهر ثلاث رجالة وعلى حظها الوحش يتعرفوا عليه وعرفوا أنه جيمي لانستر فاضطرت تقتلهم ومأخذوش في قيدها غلوة بقالنا كثير ما شوفناش روب فتعالى نعرف الأوضاع عنده زي ما قلتلك في الملخص اللي فات أن روب قطع عهد لللورد فري علشان يتجاوز واحدة من بناته بعد ما سابه يعدي بالجيش من البوابات بتاعته لكن الراجل دلوقتي بيحب واحدة تانية يبقى الوضع ايه؟ الوضع يمعلم أنه خلف كل العهود وتجاوز تاليسا هو كمان مزنوء زنق أوحش بعد ما فقط سقطه في كل حاجة قاتل أخوه ودمر نص جيشه والدنيا معبزت على الآخر الساحرة الحامرة علشان تطمنه قالت له الحرب دي هتستمر للسنوات ولسه هيموت الآلاف تحت قيادتك وانت كمان هتخون ناس كتير بتصك فيك كل ده علشان تفوز بحلمك وتاخد العرش وعلشان تأكد له كلامها خليته يبص في النار ويشوف النصر بتاعه عند سيون اتعامل عليه حصار وهو في وينترفيل حتى أبو مفيش منه أي أخبار وما يعرفش إذا كان هيبعث له دعم ولا لأ شكلك كده ستندم على خيانتك لعيلة كأشد الندم الحكيم علشان ينقذهم فعرض عليه يهرب وينضم للنايت ووتش وبالتالي كل الزنوب اللي عملها هتختفر له وهيكمل حياته هناك بأمان سيون فكر في الموضوع كتير وفي النهاية وافق الوادد تحسه مهزوز ومش عارف هو عايز ايه المهم انه طلع يعمل حركة صائعة يشغل بها رجالته علشان يعرف يهرب المفاجأة انهم اصلا ضربوه وقتلوا الحكيم وقاموا شايلينه على جزر الحديد بتاعتهم نرجع للعاصمة تيريون عارف ان اللي حاول يقتله في العركة كان واحد من الحرس الملكي بأوامر من أخته طب واخته عايزة تقتله ليه؟ قال لك علشان بعد بنتها الأميرة مارسيلا تتجاوز أمير بعيد عن عيونها الحقيقة ان الرجل اصلا خايف على بنته أخته لكن سيرسي مش فاهم الكلام ده تيريون دلوقتي ما بقاش له حد في القصر غير بودريك واللورد فارس وكامانشيه وبما انها بتحبه بجد مش مجرد واحدة شقط بالنسبة له فطلبت منه اهربه لانه اخته هتحاول تقتله تاني طب انت ليه رفضت دلوقتي يا عم الحج؟ قال لك هتعرف بس تصبر للموسم اللي جاي اريف تكملت رحلة الهرب تقابلت مع جاكان غكار الراجل ده زي ما قلت له جهامد جدا وعنده قدرات خيالية زي انه بيقدر يتقمص شخصية اي حد ويقتل اللي هو عايزه ولا من شاف ولا من داري وبما انها عايزة تتعلم منه كل مهاراته فقال لها يبقى لازم تعدي معي البحر الدايق وهناك هتتعلمي اريا حرفيا نفسها تروح بس لازم تلاقي اهلها الاول فادها عملة وقال لها لما تكوني جاهزة تعالي هب وشكله تغير عند بران واخوها نلاقيهم اتجمعوا مع الحكيم الراجل مصاب وحالته صعبة وكل همه دلوقتي انهم يروحوا للجدار لانه المكان الوحيد الامان ليهم في الوقت الحالي وهناك جونس نو هيحميهم ويرجاهم لرب وامهم وبعد ما تحركوا كان الطلب الاخير من الهامجية اوشا انها تحميهم بحياتها ويلا قتليني بقى وريحيني يا بنت الحلال ومات الراجل المحترم وكملنا الرحلة في الطريق للجدار برا الصور هافهند نفس خطته وقوم عركبينه وبين جونس نو وانتهت بقتله وبما ان هافهند المتوحش مات فاكيد اللي قتله هيكون شخص مهم القائد الهامج اما عند زمال جون كانوا لسه فوق الجبل بتاع واقل البشر بيدوروا على اي اكل يجمعوه وحصلت الكارسة لما البوكت نفخ ثلاث مرات وثلاث مرات معناها ظهور الوايت ووكرز كلهم هربوا على البوابة معادة سام حاول يجري وملحقش فلما استخبه وجيه بص شاف قدامه التحرك الاول لجيش الوايت ووكرز اللي ما حصلش من الف سنة وده اللي هنشوفه مع بعض في الموسم الثالث وكده يبقى نهينا وانتهينا قبل ما اختم كالعادة هفكرك بمعدنا الاسبوعي كل جمعة 3 عصرا بتوقيت الكاهرة وما تنساش اد لايك والشير والسبسكرايب وعاش جمهور الملاخصات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة